قبل برضو ما استعرض مع حضراتكم بعض الأخبار لأنه جايلي ميسجز كتيرة جداً أو رسائل كثيرة جداً على هذا الأمر عندما يكون هناك خطأ أو عندما تكون هناك نتائج ليست جيدة في أي من الألعاب في أي من الألعاب أو النتائج دي لا تليق باسم النادي الأهلي في أي لعبة في الهندبول في الطائرة في السلة في كرة القدم أو خلينا نتكلم لأن اللي حتكلم عنها الجزء الخاص بالأنشطة الرياضية في النادي الأهلي الموضوع ما بيتسابش يعني داخل النادي الأهلي ما حدش بيسيب حاجة عندك مجلس إدارة دايماً بيحاول يدرس كل الأمور من الألف للياء من الألف للياء وبسرعة ما عندناش يعني ما عندناش رفاهية في الوقت النادي الأهلي دايماً بيدرس أموره وبيدرس أموره بسرعة جداً 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 زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي خسر في الهندبول وخسر مبارح في الطائرة وبالتالي قرر مجلس إدارة النادي الأهلي واحدة من القرارات اللي عملها أو اللي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي مبارح وهي أن الكابتن خالد العوضي يكون مديراً للنشاط الرياضي والكابتن رؤوف عبدالقادر بنشكره جداً أو النادي الأهلي طبعاً بيشكر الكابتن رؤوف عبدالقادر عن الفترة السابقة وهذا هو النادي الأهلي وهذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده نهاردة كان في النادي قعدة ما بين الكابتن خالد وما بين الكابتن رؤوف كل واحد بيسلم التاني الفترة جاية إيه اللي حصل الفترة اللي فاتت إيه اللي حصل أهم الأمور اللي حصلة في النشاط الرياضي في النادي الأهلي وبالتالي حيبقى الموضوع مهم جدا 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 وكابتن خالد العودي هو اللي حيبقى مدير النشاط الرياضي الفترة اللي جاي نتمنى إن شاء الله أن يكون هناك التطوير سريع خلال الفترة اللي جاي الأخطاء واضحة ومعروفة مش أنا اللي بقولها كل جمهور النادي الأهلي عرف إن احنا عندنا فريق جيد في كرة اليد ولكن عندنا مشكلة كبيرة إن احنا ما بناخدش الدورة وبنتغلب أنا بقول لحضراتكم بمنطقة الصراحة هو في الطائرة ممكن نتكلم كتير لإنه الحقيقة حصل حاجات كتيرة جدا تخلينا نتكلم في الطائرة تحديدا في كرة الطائرة تحديدا لإنه مجموعة اللاعبين اللي موجودين ومديرهم الفني كلهم يعني بقالوا مربع خمس سنين بياخدوا كل حاجة واللي حصل خلال هذا الإسبوع من اتحاد الطائرة يخلي أي حد أي حد في الدنيا يعرف يعني إيه كوسة كوسة عارفين الكوسة اللي أحنا بناقولها أنا مش في حل إن أنا في حل إن أنا أتكلم عن هذا الموضوع دلوقتي ولكن خلاص الأهلي خسر في الهندبول أو في كرة اليد وخسر في كرة الطائرة وبالتالي اتخذ النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي قرارا بأن الكابتن خالد العوضي يكون هو مدير النشاط الرياضي خلال الفترة القادمة سدقوني هناك إصلاحات كبيرة جدا على مستوى كرة اليد وعلى مستوى كرة الطائرة وعلى مستوى كرة السلة لو هناك أخطاء بتتعمل هتلاقي كل حاجة بتتزبط خلال الفترة اللي جاية لأن مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس الإدارة كل واحد بنفسه ماسكين ملفات مهمة جدا في هذا الأمر فالموضوع مش هيتساب مش ده النادي الأهلي اللي بيسيب كده الدنيا تمشي وخلاص لأ نادي الأهلي بيدرس كل الأمور علشان يختار لجمهوره أفضل شيء يختار لجمهوره دايما أفضل شيء فعايز حضراتكم أنا عارف أن فيه قطاع كبير من جمهور النادي الأهلي زعلان ومتدايق ولكن في النهاية تزعلوش مش عايز حضراتكم تزعلو مش عايز حضراتكم تتدايقوا صدقوني الفترة القادمة حيكون فيها أمور كثيرة جدا جدا تخص تطوير كبير في النشاط الرياضي بالكامل وخلي بالحضراتكم ده كان من ضمن خطط الكابتن محمود الخطيب في ما قبل الانتخابات الأخيرة لما قعد أو اتكلم مع حضراتكم من خلال شاشة القناة الأهلي لو تفتكروا قال لكم قال إن هو عايز يعمل تطوير الفترة القادمة مع مجلس الإدارة في النشاط الرياضي لا افتكروا بس الكلام اللي تقال وافتكروا إيه اللي بيحصل فعشان كده الأمور ماشية بالسيكونس الصحيح أو بالطريقة الصحيحة مهم جدا جدا نحط في دماغنا هذا الأمر وكان مهم جدا أن أقول لحضراتكم إيه اللي حصل في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهل المبارح والقرارات اللي تم اتخذها أهم هذه القرارات هو أن يكون الكابتن خالد العوضي مديرا للنشاط الرياضي خلال الفترة القادمة إن شاء الله سنقول لحضراتكم وسنوالي حضراتكم خلال هذا الشهر أو الشهر القادمة إيه اللي بيحصل دايما في النشاط الرياضي ترجمة نانسي قنقر